السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدين الكرام. في هذا الفيديو الجديد حول المنزخ بالوطن المغربية ومشان يقضر اليقود فيها ولكن ما فيهاش ياسين بونو ما فيهاش نايف اكرب اللي حتى هو كان يقدر يكون فيه وما اه جيبت هنا جوجل لعبه اليوم اساسيين ما جيبته مش بطبيعة الحال وجيبت لعبه اخر اليوم لعبه صراحة في المستوى الكبير باش تعرفون هاي القوة الكبيرة ديال المنتخب الوطني المغربي عنده بثاف ديال الخيارات وبثاف ديال الاختيارات كما كقولو اه كم هاي بطبيعة الحال من الاختيارات اللاعبين دول بطولة لمغربي اللي زبقل او حاليا يلعبون في البطولة المغربية بتبع شي حاجة كبيرة جميع حال شي حاجة اللي هي مميزة ديال المنتخب الوطني المغريبي اللاعبي السابق او حاليا يلعبون في البطولة المغربية. كان اللي يتنادى علي المنتخب المغرب oui يشارك معنا في الفلسافة المونديال ل guys اطر واي في نازم مع الطاقة شي كامل مع اللاعب ΛI سوف تتبعوا معنا اخوتي هذا الفيديو حتى الاخر نبدأ بمهدي بن عبيد حارس فارق الجيش الملاكي بطبيعة حل ما شاركش معنا في المندي القاطري حارس عنده 25 سنة في الموسم ليفات كاف الفاتحة الرباطية وهذا الموسم بفارق الجيش الملاكي عارفين ان الجيش الملاكي في الموسم ليفات ليفات عفوا كان فاز بالبطولة المغربية وهذا العام كذلك وتفوق كثير وعنده في 23 نقطة الان كي الصادرات البطولة والراجع في 23 نقطة في هذه الجولة الثانية 19 اللي عارت نطلق يوم السبت عنده فرصة انه يتصدر لانه ما لعبش في هارق الراجع وتابركان اللي لعب اليوم مع تيطوان ممكن اليوم توصن 23 و 20 نقطة ولكن ما يلعبوش تابركان الراجع في الجولة لان اللي بينته ما يتأجل لانه بركان مرتبطة بكاستيحار الافريقي اللي كانت منها الواحد ساعة مواجهات في الكونغو برازابيل كانت يوم الأربع على الساعة الثانية زوالا نحن نخذفه عم بدأوا بلاعب أشرف داري لعب بريست الفرنسي 23 سنة كان لعب في الويداد البيضاوي كان صراحة أن أشرف داري متميز في فارق الويداد البيضاوي وأشرف داري كان معنا في المنزل لقاء طريق احتياتي ونشجر الهدف بطبيعة الحل أمام منتخب كرواتيا من لقاء الترتيب أشرف داري كما كان عنه فارق الويداد كما فاز الباري حالة سور قام إصابة للصيفر أشرف الويداد البيضاوي وكانت أشرف الويداد البيضاوي الآن بثلاثة الانتصارات موتة ثانية في أن ما وخلأنا ما كان يشباتاتا عادي الرامضي شي شوية شي شوية بديان يقدر يبقى يبقى يسلس معهم كما قلو حتى هذا محال التوقف الآن ومشى عمشى معهم طانزانيا لا محالة في لقاء يوم السولة على الساعة الثانية زوالا ومشى معنا في المنضية وطبيعة حال حارس الوحدة السعودي من اللاعب الجيد لعب أولمبيكريبق السابق ومشى معنا في الدرجة الثانية وكانت أعرف من يرجع من اللي كانت من أولوه حتى ومشى معنا في المنضية وكما قلت كان معنا في المنضية ومشى معنا الظاهر أيمان أيوب على اللعب فارق الويداد البيضاوي قلت المسيرة للويداد الآن لا تقنع شباتاتا ولكن كتفوز. ثلاث مقابلات فازت للمولودية الوجدية. فازت على فارق سيمبا. وفازت الان البارح على التوارقة. وكانت انتظرها مقابلة للمعركة. مقابلة كبيرة يوم بسولته امام سيمبا الطنزاني. مقابلة قوية على جميع الجوانب. طبيعة حال مقابلة جد قوية. لفارق الويداد البيضاوي بطبيعة حال علود ما كانش معنا في الماضية. مشيو اللاعب اخر اللي كان معنا في الماضية اللي ويحية عطية لاعب الويداد البيضاوي حاليا في حالوحة العلود. احنا كما قلنا عطيت لها مرة اخرى عارحة طنزانيا بعد انه كان مشا معنا منزخة بمغاري بديك رجيح اللي لعبنا يوم كندن 21-11 مع طنزانيا. الان عارحة مع فريق الويداد البيضاوي لمقابلة المنتخة. لمقابلة سيمبا الطنزاني يوم 18-12 عفوان. في مقابلة تكون يوم 19-12 عفوان في المقابلة القوية بين الويداد البيضاوي. و سيمبا الطنزاني مقابلة قوية صراحة. ام قاوف خط وصل في ميدان بشيو عندي يحية جبران لعب الويداد البيضاوي اللي كان معنا في المون ديال بطبيعة حالحته هو. كين ضفن يحية عاطية له نظاري واللياميق. اه بطبيعة حاليا لعب جيد يحية جبران في الويداد البيضاوي نا كندن بارحة مع التوارقة ما شاركش وكان احت مع السيمبا الطنزاني ما عايش شاركش. ولقاء الويداد و سيمبا طنزاني لقاء قوي صراحة على جميع المقايز. القوية ديال المنتخب الوطني المغربي. لقاء سيمبا الطنزاني لقاء كبير صراحة هايكون الويداد البيضاوي في الراسة ديالة لساديا النقاط و سيمبا الطنزاني في الراسة ديالة جرد. نقاط قيادة المدرب الزازائري. اللي هو عبد الحق بن شيخام. شو عاد لعب عففتح دراف. اللي ما كانش معنا في الموضين مع امرو اصلا تنادر المنتخب الوطني المغربي. عففتح دراف لعب فارق الجيش المالكي. احنا عارف الجيش المالكي متميز في الفاز بالبطولة. وعدل عام تقصام العصباء ولكن هم تصدر الدورة المغربية صحبة فارق الراجع. براشد ثلاثة وعشرين نقطة. اذا شي حاجة اللي شي حاجة اللي شي حاجة اللي هي مميزة عند فارق الجيش المالكي وفاد المواسم. وخط اقصام العصباح حافظ على الادارة التقنية بقيادة المدرب تونسي. وبقا معا بقا معاهم المدرب تونسي بطبيعة الحلم زيانة حافظوا على ادارة التقنية بشي. عند اللاعب عبد الله حيمود اللي ما كانش معنا في الموضيان ما عمره اصلا لعب في المنتخب المغربي. لعب الويداد البيضاوي. والآن الويداد عند فرصة انها ترسح اسبوع ما تلعبش هاتلعبات يوم تسولتها وها تلعب حتاني يوم تسولتها المقابل. اذا لدي فرصة انها معا تلعب الجيش مقامة اسبوع بها تلعبات مقامة لعباتها في الرباط. هم اسبوع عارقة تلعب في تنزانيا. بطبيعة الحال في اللقاء صعب جدا في اللقاء فارق سيم بالتنزاني صراحة. بالنسبة لياميق فارق الوحدة السعودي. فارق عادي في السعودية. وبذلك اشرا بطاري فارق جد عادي. فارق بريست الفرنسي. اللي كان في الاول متميزة. دي الملاحظات اللي عمنا عليك فروق اللي ما عمناهاش. بشيو عند ريدا سليم لعب الاهلي المصري. وحنا عارفوا القيمة الاهلي المصري في افريقيا. بطبيعة الحال قيمة كبيرة. وهو ما الان فروب عنيها اتكأس العالم للاندي يعيواجه يوم الجمعة للساعة السابعة. مسلا الانتحاد جد السعودي في اللقاء ريدا سليم ضد زامل دي المغربي الاخر عبد الرزاق حمد الله. الانتحاد جد السعودي. وعن نشوفه فارق عربي في نسف نهائي. الى مونديال. بطبيعة الحال في مونديال كبير صراحة لالاندي هي بطبيعة حالبعد شاهدنا المونديال اللي كان ماشي تسنها كمنايش عشر شهر نقيلة. اللي كان في المغرب الان مونديال في السعودية. بشيو عند لعب سوفيان النحيم اللاعبي للعائل الاماراتي. من اللاعبين اللي dość بقولوا اللاعبه في الراجع وحنا عارفين دول ان العائل الاماراتي ااذال الراجع اللي الان متميز في البطولة او خارب ما عakiاش ااداء كبير ولكن لانهو ٢٢٦ نقطة قاسوم صد قاسم صارت Myers في تستهادر مع فارق الديك ملاكي ولا العائل الاماراتي لفارق اسياء ومعروف بطبيعة الحال. الان اللي لم يكن معنا في المونديال.TERSUفościان الرحيمة ما تمام معنا في المنضية للتذكير فقدت وفي الرحيم يرى عامو تلت شور كان ضل عليه من العفل منتخب الوطن كان من الروح دالي عايت له جراجي في الحقبة دياله في لائحة شو تيمبرد سنة الفين واثنين وعشرين فقط ياللي كان عايت له مشور رأس حرباء ايو بالكعبيل يزبق له العفل بركانه في الويداد اه قسم الاول طبعا احنا اكثر اقول اه فارق بركان احنا عارفينها الان عنده عشرين نقطة اليوم مع المغرب فارق الويداد عنده عشرين نقطة في البطولة الوطنية في المركز الرابع حاليا باقي له مقابلة مؤجلة كان اعتقل مع عامو الرشيد ومع اقادير وباقي له مقابلة اخرى على تأجل مرة اخرى كان ضل مع المغرب الفاسي يكون عنده ثلاث مقابلة مؤجلة وعي سالي السي سالي السي بطنزاني يبقى بجراج مقابلة تحتان وركاء سيدرقا احنا تلعبون العصبات افضل